اشتركوا في القناة 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 والسعود والذي كان فيه التحليات المياه كانت تكون جاهزة في 2016 بنسبة الدرويدة وفي 2018 بنسبة السعيدين يمدروا له وعايد سنعطيه انطلاقها بالنسبة للشرق في المدينة الناظر ما بين الناظر ودريوش سنعطيه محطة اخرى والذي سنعطيه انطلاق طلب العروض دياله هاد السنة ان شاء الله وعايدنا سنعطيها في الصويرة وعايدنا في العديد من المدن المملكة في قلميم الى آخر بنسبة القضية ديال الواحد الامر اللي تفضل به الاخر اولا هذا الامر ديال السيادة السيادة معروفة وتخصي الواحد اختار الكلمات اللي تستعمل تانيا القضية ديال احنا في هذا الاطار لأساسي بنسبة لنا وخدمات المواطنات والمواطنين والتراكمات كينا كانت تراكمات ايجابية وكانت تراكمات كذلك اللي تخصنا نعارجوه وتنشتغلوه في هذا الاطار نحن ممكن نجي نقوله بان الوزراء السابقين ما داروا ولو ما يمكننا نقوله وهو الدار واحد موجود ولكن موجود غير كافي مقارنة مع الاشكاليات الكبرى اللي يمطروحة ونحن نطلق من هذه التراكمات بمخطط 2027 اذا ندرت الحكومة السابقة ونحن نطلق منه لكي نحسنه ونطوره اخدا بالاعتبار كذلك هذه التحديات الجديدة اللي يمطروحة واخدا بالاعتبار ضرورة ان يكون هناك استباقية واخدا بالاعتبار انه ضروري ان يكون هناك كذلك واحد مقاربة جديدة اللي جعلت انه كانت التحول اللي تكلمنا اليه واللي نطلق طبقا لتوجيهات الملكية باش ممكننا ان شاء الله نكونوا في الموعيد بالنسبة لاشكاليات المطروحة وخصوصا بالنسبة لامن المائي